دشنا وزير الصحة العامة وسكان دكتور قاسم بوحي بح في العاصمة لمواقعة عدن اعتماد وثيقتين السياسة الدوائية الوطنية والدليل العلاقي للجمهورية اليمنية وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين وتطوير الغطاع الصحي والدوائي في البلاد وكدى وزير الصحة أهمية الوثيقتين باعتبارهما إطارين أساسيين لتعجيز حوكمة الغطاع الصحي وتصحيح مسارات العمل بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية لا افتن إلى أن هذه الوثائق ستسهم بشكل كبير في تحسين الأداء في الغطاع الدوائي من خلال وضع سياسات واضحة وتظيم عملية توزيع الأدوية وتوفيرها بجودة عالية وأسعار مناسبة وأشهد أبو حي بح بالدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية من أبوها بنجاحها في تحقيق استقرار السوق الدوائية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وذلك من خلال تعزيز الرغبة على جودة الأدوية وتوفيرها بأسعار تناسب المواطنين وأعلن وزير الصحة أن عام 2025 سيكون عاما مخصصا لدعم الصناعات الدوائية المحلية وتعزيز الرغبة على الأدوية لا فتن إلا أن مجلس الوزراء شكل لجنة متخصصة تضم الجهات ذات العلاقة لإعداد مصفوفة متكاملة لتوطين الصناعات الدوائية المحلية ومن جانبه استعرض المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري المراحل المختلفة التي مرت بها عملية إعداد وثيقة السياسة الدوائية الوطنية والدليل العلاقي موضحا أن إعداد هذه الوثائق تم بمساهمة فاعلة من نخبة من المستشارين والخبراء في المجال الصحي مع إدراج محاور جديدة تعزج من فاعليتها وملأمتها للتحديات الرهنة ويشكل إصدار الوثيقتين أهمية بالغة في تعزج تنظيم الغطاع الدوائي وتطويره وتوفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة وتحسين الرغبة على جودة الأدوية ومكافحة التزوير وتشجيع توطين الصناعات الدوائية وتقليل الاعتماد على الواردات بالإضافة إلى تعزج التكامل بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية اشتركوا في القناة